أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة توحيد رؤى ومسار العمل على مستوى الشركاء الدوليين لمحاربة التقراطيات الفاشية والتي تتخذ من الدين وسيلة لتحقيق مكاسبها السياسية وإن تباينت مناهجها وقال سموه لدى لقاهي بحضور نجل اسمو الشيخ عيسى بن سلمان مع سيد جون بيرد وزير الخارجية الكندي في إطار عقادي منتدى حوار المنام العاشر قال إنه يجب سد الطرق والسبل أمام هذه الجماعات في سعيها لبث الفرقة والفوضى لتقويض مقاومات التنمية في المنطقة وشار سموه حفظه الله إلى همية الأعلاء من القيم الوطنية الجامعة في المنطقة وفق مبادئ السماحة والتعايش التي ينص عليها الدين الإسلامي الحنيف والتركيز على تكاتف الجهود لتحقيق ما يصب إليه الجميع من مواصلة تطوير مقاومات التنمية وتطرق سموه خلال اللقاء إلى التطلع لمواصلة تدعيم العلاقات الثنائية مع كندا الصديقة في جميع المجالات كما تنول لقاء سموه بسيد بيرد العديد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين في طار حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما كما تم بحث العديد من الشؤون التي تهم المنطقة خاصة فيما يتعلق بالاستقرار والأمن ما يتم طرحه في منتدى حوار المنامة الذي أصبح منصة دولية حيوية لتنول القضايا الأمنية الهمة ومستجداتها من جانبه أشد سيد جون بيرد بمحتوى الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في افتتاح منتدى حوار المنامة ما لامس عنصرا محوريا في استراتيجية دولية في محاورة بل محاربة أوجه التطرف والتشدد وما تمارسه من إرهاب وتشدد أيضا كما أكد على حرص بلاده نحو مواصلة تطوير العلاقات مع البحرين مشيرا إلى تقارب رؤى البلدين في العديد من القضايا الملحة وأهمية حفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم